مع عميد علي مساء الخيرات عليكم اليوم مع العميد علي مدير المشروع الوطني وكيد كثير من الاستفسارات واهمها اول شي ارحب بك عميد علي سلامك سيد اهلا وسهلا بك الدراجات اليوم احنا دنصر يوم 27 يوم اربعاء اخر يوم شوكت بعدين السنة نازم يوم 26 رسوم معكم رسوم معكم تمددت لغاية الخميس قاعدة نستقبل المراجعين ونستقبل الرسوم يعني نهاية دوام الرسمي يوم الخميس راح نتوقف لان عندك المسايدين نهاية السنة معكم مراجعات للدراجات حسب التوجيهات الاخيرة اللي امراجع ودافع رسم لنفرض انه اتأخر يعني دافع رسم بذا دافع رسم سيد بعد اكتسب الصفر قانونية باعتبار انه دفع الرسم يعني يجري يكمل يوم ولاحد يمشي يوم يعني احد وراه يبدري يكمل تجيله طيب استفسروا بعض السواق الدراجات هني تدري يشوفوني بالشارع ويسيلوني اللوحات اللوحات سيدي ابتداء من يوم غد ان شاء الله راح يبدو حملة تثبيت كل مواقع العلاقة يعني وصلت اللوح ان شاء الله يوم غد اول وجبة راح يتم استنوان كلية تقنية وراح تتم تباعا على وجبات كبيرة سواء الدراجات دا سمعون هذا الكلام يعني احنا اربعاء الخميس راح يباشرون باول وجبة وان شاء الله مستمر الوجبات مستمر الوجبات سيدي مت سؤال اخر عندي قبل فترة سيدي المدير المرور العام راح يصير ربط الالكتروني على المنصة مع الهيئة العامة للقام بعشرنا سيدي ها بعشرنا اعتبارا من سبعة اثنى عشر الفين وثلاثة وعشر تم ارسال اول وجبة عن طريق المنصة الالكترونية يا يوم يا يوم سبعة اثنى عشر اوه اعشرنا بها تم استلامها من قبل مركز نظم المعلومات ومديرة المرور العامة وتدقيقها ورفعها انها ودعا نرفعها بالنظام مستمرين باستلام الوجبات بشكل يوم يعني هسا المواطنة يجيب فقط للاستيراد فقط المركبات قرار ميتين وخمسة عشر اللي خاصة بالاستيراد لأول مرة والبقية البقية ان شاء الله سيدي اتباعا اتباعا اللي هي تخص مثلا التصحيح او الرقم شاصي الترميز الجديد او اي اضافات على المركبات اتباعا راح تتم مراحل اخرى ان شاء الله خلال الشهر القادم ان شاء الله يعني هسا المواطن أنا من اجيب سيارة من الخارج وادخل ودخلها للاعراق اقدر يعني ورا يوم يومين اراجل سيدي هو بنفس اليوم يعني دي يرفعو المنافذ الحدودية حسب الالية ده ترفع المركز حسب مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للقمارك بدورها راح تتوحد توحدها ببرنامج واحد اللي خص كافة المنافذ يعني احنا ما يجينا من منفذ معين راح يجينا من الحاسبة مركزي ويتم رفعها عن طريق المنصة الى مركز تكنولوجيا المعلومات وضمن مديرات المورة العامة اللي بدورها تسحب موت وجهه لنا. يعني يوم ثلاثة يعني بإمكانه يسجل يعني يجوز اللي يجيب سيارة من البصرة بيان ما يرتاح يوم من الطريق ثاني يوم يجي يسجل. ما حدنا شيء إن شاء الله. الله يبارك بها يجيب. شكراً جزيلاً. دائماً المتابعة وياكم المشروع الوطني والتسجيل والإجازات وهاي الأمور ليكونها يمكم إختصاصكم. فأي تطورات احنا كيد نجع عليكم. إن شاء الله التطورات مستمرة بوجود سيد محالي وزير الداخلية. وتدقيقها المباشرة بشكل يومي. متابعتها بشكل يومي وشخصي. لأي مفصل ضمن مديرية المورة العامة بالخصوص ضمن مديرية تسجيل المركبات. وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة راح تبدأ العمل بمواقع التسجيل الجديدة. بنايات جديدة إن شاء الله بكافة المحافظات. وكذلك إن شاء الله راح تكون التحديث على المنظومة ورح المواطن يلمس الفرق إن شاء الله بالأشهر القليلة القادمة. الله يبارك بكريجو. شكراً جزيلا. شكراً جزيلا.